مروا الأسئلة مرحبا سيد الوزير سيد الوزير ما الذي وقع بالضبط في الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب مكونات المعارضة انسحبت منها بسبب ما اعتبرته مصادرة حقها في التحدد في طلبات تناول الكريم في طرموت وعام وطاري بل إن بلاغها التي اصدرته بعد ذلك جاء فيه أن الوزير المعني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم يكن حتى على علمين ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين الماضي نريد أن نعرف موقف الحكومة منها أو بالأحرى روايتها بخصوص هذا الموضوع شكرا مصطفو الحزري موقع نيشان سيد الوزير علاقة بما حدث في المسيرة الوطنية المعني الصحة أمس ألا تعتقدون بأنه المشهد صار عبديا وزير يوقع نقابات اتفاقا ورئيس حكومة يرفض التأشير على الاتفاق بغينا شي توضيح لأنه المشهد تجاوز الاتفاق إلى حالة شلال ستوصيب المستفى العمومية تانيا ألا تعتقدون بأنكم تنتجون نفس الأخطاء شفنا في النظام الأساسي للتعليم أنه كان في رد الوزارة بواده واحدة نظام أساسي اللي يخلق لينا واحدة المجهد للإضرابات اللي يشللت المدارس حاليا كنشوف بالنويتين تنسي المجموع بالقوانين التي تهم القطاع الصحي دون إشراق المهنيين ولا النقابات التي تمثلهم شكرا سحية طيبة سيد الوزير نريد معرفة مستجدات الاحتقان الحاصل في قطاع الصحة خاصة بعدما أعلنت نقابات اليوم صباح اليوم عن تمديد الإضراب لأسبوعين وكذلك نريد معرفة لمن يقول إليه حل مشكل الاحتقان في طلبة الطب هل لوزير التعليم أو وزير الصحة بسبب الخلاف اللي كان دائر البارح بين النواب البرلمانيين شكرا السلام عليكم قمر خائف الله من وقع بلدنا 24 بعد مرور قرابة سنة على زيادة الحوز ما زال عديد من المصدرين كيشتكوا مع دم صفاتهم الدعم لخصاته الدولة لهم من أجل إعادة بناء أو ترميل منازل متضررة بتعليمات ملكية وهذا الشي يدفع سكان جموعة من الجماعات المعنية إلى القدوم للرباط والاحتجاج أمام مقر البرلماني يوم أمس باش يوصلوا صوت ديلهم المسؤولين فسؤالي للحكومة هو علش هاد المتضررين مازل ما ما توصلش بالدعم ديلهم مع المعلم أنه كان هناك برنامج استعجالي أكد عليه المالك محمد السادس لأعادة إيواء المتضررين وتكفل بالفئات الأكثر تضررة من زيادة الحوز شكرا السيد وزير البارحة كان نقاش حاد وساخن بين فرقة والمجموعة المعارضة والأغلبية المعارضة على الخصوص تهمت الحكومة بأنها هي سبب أزمة طلبة كلية الطب وقالت إن تفيد حسابة بين وزراء أو اختلاف قائم بينهم هو الذي شجع الطلبة أكثر على مواصلة مقاطعة الامتحانات نود أن نعرف حقيقة هذا الأمر ثانيا في نفس السياق قيل إن وزيرنا الميراوي لم يخبر بتناول كلمة وأن هناك صراع بين وزراء حالة دولنا أن يحضروا وأن الاعتدار كان وهميا وأن الإشكال هو قائم بين وزراء في تدبير قطاع الصحة وذكروا حتى اسمكم أنكم كنتم في لجنة الحوار وقترحتم أشياء تختلف عن ما اقترحه وزير الميراوي وما اقترحه وزير الصحة نود أن نعرف حقيقة هذه الأمور والسجلاء الحقيقة واشكر شكرا لكم حضرت سيدات والسدى رجال ونساء الصحافة والإعلام على تفضلكم بطرح هذه الأسئلة طبعا التي تتيح الفرصة للحكومة للتفاعل حول جملة من القضايا التي تستأثير باهتمام الرأي العام عموما فمجلس الحكومة اليوم هو مجلس حكومة العقدة بعنوان عريض وبارز هو عنوان الإصلاحات في مجال الصحة طبعا مجلس الحكومة صدق على خمسة ديال المرسيم ومرسوم متعلق بسنعة تقريتية لكن الشق الكبير واللحيز الكبير كان لموضوع الصحة ثلاثة ديال المرسيم مهمة جدا كتجي في إطار الإصلاح الكبير الذي يقوده جلالة الملك اللي مرتبطة في جي استي للمجموعات الصحية الترابية والمجموعات والوكالة الوطنية الأدوية والوكالة الوطنية الدم لكن ما فيها بس وطبعا كين مرسومين آخرين كيتعلقوا بالزيادة في الأجور العامة اللي هي واحد من المخرجات ديال الحوار الاجتماعي واللي في الأسبوع الماضي صدقا على واحد وثلاثين مرسوم والآن كيتزادوها جوج المرسيم اللي طبعا تيجيوا في إطار حوار اجتماعي شمولي مع المركزيات النقابية طب الان نتكلموا أولا على ملامح لإصلاح في قطاع الصحة ملامح لإصلاح في القطاع الصحة كترتكز على ركائز الأساسية الموضوع الأول هو موضوع الحكامة المرسيم الثلاث اليوم كتنخرط في هذه كتجوب على هذه السؤال الحكامة المجالس الإدارية على المستوى ديال الجاستي تركيبة ديالها يعني الأمور المرتبطة بالتدمير ديالها أيضا لمؤسستين ديال الوكالة ديال الدم والوكالة ديال الأدوية هذا الجانب المرتبط بالحكامة فيه أيضا عنوين وحدة أخرى المرتبطة بالحكامة على المستوى المركزي يعادة الهكالة وأيضا هذا شيء ديال التفعيل ديال هذه المؤسسات الركيزة الثانية هي الركيزة ديال الموارد البشرية الموارد البشرية هي جزء أساسي في الإصلاح لقطاع الصحة كان واحد الإصلاح كبير اللي هو الإصلاح المرتبط بالزيادة في أزور الأطباء عبر إقرار رقم استدلالي 590 واللي يعطي إمكانيات كبيرة الأطباء اليوم إحنا الآن هذه المرسومات الجديدين يعطيه هذه الزيادات المقررة بالنسبة للممردين طبعا الركيزة الثانية قلت هي الموارد البشرية الركيزة الثالثة هي الركيزة المرتبطة بالعرض الصحي حكومة طلقات الإصلاح يعادة الإصلاح ديال 1.400 مستوصف ومستشفى ديال القرب على المستوى المحلي الهدف هو تحسين ذاك الولوج للمواطن لأول نقطة صحية والتوجيه دياله بشكل سليس نحو الهيئات الاستشفائية اللي خصو يلجأ لها الركيزة الرابعة هي الركيزة المرتبطة بالرقمانة واللي عملت فيها الحكومة بجهود كبير وطبعا رقمانة من أجل تسهيل أخذ المواعيد والولوج إلى الاستشفاء عموما قررنا هاد الجوج ديال المراسيم اللي تمت المصادقة عليهم اليوم اللي فيهم هاد الزيادة وطبعا سوف يتم مناقشة مختلف القضايا الأخرى مع السيد الوزير المعني اللي غير يتلقى مع النقابات قريبا جدا بخصوص الموضوع ديال الاجتماع الذي كان بالأمس على مستوى البرلمان ديال السؤال لطرحات الأستاذة هل هذا الملف يخص وزير التعليم العالي أو لا يخص وزير صح كي اللي قال يخص وزير العلاقات مع البرلمان لباس ما قلتش انت العلاقات مع البرلمان فلكي نكون يعني لأن أعمال العقلاء منزهة عن يلعابات هذا الموضوع هذا تمت مناقشتها على مستوى البرلمان وتم التذكير مرة أخرى بمختلف النقط التي تناولتها الحكومة وقدمتها في هذه الندوة الصحفية البرنامج ديال الزلزال هذا برنامج اللي يمكن فابه لجنبين وزارية يترأسها السيد رئيس الحكومة وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري حينما تجتمع تتابع الإنجاز ديال مختلف المشاريع اللي في البرنامج الاستعجالي وتتابع مختلف القضايا المرتبطة بالمسائل اللي تتكلمتي لها في كل مرة يتم هذا الاجتماع يتم التواصل حول حصيلة هذا الاجتماع فهذه الهيئة واللجنبين وزارية تقوم بالتواصل حول مختلف الإجراءات التي يتم إنجازها في هذا الاتجاه بخصوص الموضوع ديال 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 الحكومة في العلاقة مع البرلمان يتم اخبار الوزير المعني وللوزير المعني الحق حسب منطوق المادة في النظام الداخلي في الحضور من عدمه. ما قامت به هذه الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان هو انها احترمت هذه المسترة من الفها الى يائها. شكرا لكم.